أهلا بكم خلال مشاركته في مؤتمر وزراء الخارجية لتعزيز الحرية الدينية الذي اختتم أعماله في العاصمة الأمريكية واشنطن وضع غبطة البطريارك ثيوفيلوس الثالث بطريارك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن الوزراء المشاركين من كل دول العالم في صورة آخر التطورات فيما يخص عقارات باب الخليل مطالبا إياهم بالضغط على الحكومة الإسرائيلية في هذا الملف الذي يشكل خطرا وجوديا على المسيحيين في مدينة القدس مبينا أهمية باب الخليل كمسار للحجاج المسيحيين إلى كنيسة القيامة ومدخل رئيسي للحي المسيحي والمؤسسات الكنسية بشكل عام محذرا غبطته بأن استيلاء المستوطنين على عقارات باب الخليل يحمل نتائج كارثية على جميع مسيحي العالم كما عقد غبطته ووفد يمثل العائلات الكنسية الثلاث الأرثوذوكسية والكاثوليكية والإنجلية سلسلة من الاجتماعات مع شخصيات أمريكية سياسية ودينية وقيادات في المجتمع المدني وذلك بهدف نشر الوعي حول المخاطر التي تهدد الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة وخاصة مدينة القدس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر